في دقيقة دقيقتين الناس بتشاهد هذه الحلقة ويمكن عم بتمر في ظروف انه مرعوبة من إبليس مرعوبة من الشيطان مرعوبة من المستقبل من المجهول شو بدك توجه نصيحة للمشاهدين المرعوب من إبليس من حقه يبقى مرعوب زي ما حكينا إبليس عدوه قوي جدا ودهاؤه مفيش حد بنفسه يقدر يقف قدامه وإمكانياته كبيرة جدا وأغلب المعارك ضد بني البشر أغلب المعارك يكسبها علشان كده هو اللي بيخاف منه أنا أقول لك بنفسك من حقك تخاف منه لكن أنا عايز أقول لك حاجة يوجد من انتصر ويوجد هذا الشخص الذي انتصر ويوجد عنده موكب اسمه موكب النصرة موكب النصرة يسير أمام هذا الموكب وكل المنتصرين يسيرون في هذا الموكب ويضم كل يوم إلى هذا الموكب الكثيرين يا أخ نزار هذا الموكب لم يقفل يقول شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته أنا بشجع كل واحد تعالى اتنقل من معسكر إبليس إلى معسكر الله على فكرة زي ما ذكرني أسيس نزار في أول الحلقة أنه الإنسان هو الذي يحسم نتيجة المعركة ضده هو الذي يحسم المعركة كيف أحسم المعركة؟ بقرار واعي أخده بأن أنا أريد أن أنتقل من هذا المعسكر إلى هذا المعسكر من معسكر إبليس إلى معسكر الله إزاي أعمل كده؟ أقبل المسيح الذي انتصر وأقبله مخلص شخصي لي وأقول له رب تعالى أنا إبليس اقتنسني لإرادته إبليس واخد مجاله فيا خطايا كتير موجودة في حياتي أريد أن أفعل الحسنة ولا أقدر لأن إبليس يسود على إيا بعترف قدامك بخطيتي سمحني سمحني النهاردة عرفت أن إبليس واخد مجاله فيا اقبلني انقلني من الظلمة للنور خليني ملك ليك ينقلك المسيح بعمل معجزي بالنعمة ويعطيك أن تكون إنسان جديد في المسيح منتصر على إبليس